موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل وقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال للمنفع أخوتي الأحبة أحببت أني أطلعكم على بعض ما يصلني من معلومات جميلة وملاحظات أيضا وأيضا من بعض ما أتابعه أنا على الشاشات وردتني اليوم حول فيديو حول منطقة أثرية في دبي وعملية تنقيب في المنطقة هي اسمها ساروق الحديد في جنوب دبي إلى الجنوب الشرقي تقريبا من دبي حوالي 100 كيلو متر المعلومة أخوتي الأحبة تدل أو تقول لنا بأنه هذه المنطقة طبعا أنا تفاجأت يعني بضحالة المعلومات والثقافة والخبرة عند هؤلاء الأشخاص اللي يقومون بعملية البحث وعملية التحليل والتنقيب الرسمي في الموقع وهم مع الأسف يعني بعثة رسمية وليست مجرد خلينا نحكي هوا عاديين هذا ما يعني يزعج ويثير النفس نوعا ما طبعا اللي كان مشرف على عملية الفيديو أو تصوير الفيديو وبث الفيديو هو الدكتور الفاضل عيد اليحية وهو شخصية يعني جميلة وخبير أيضا لكن مع الأسف يعني هو اتبع أقوال الموجودين والمعلومات اللي تكلموا بها وللأسف هذه المعلومات غير صحيحة مطلقا وليس يعني بعضها كلها تقريبا خاطئة ما أهمني يعني بعض المعلومات مثلا نشر الدكتور عيد صورة هذا السهم وهو من الآثار اللي وجدوها في الموقع أثناء التنقيب طبعا أورد الدكتور عيد بأنه هذا السهم أو هذا الرأس المعدني ورأس معدني لسهم عمره ثلاث ألاف عام طبعا هذه المعلومة خاطئة من أساسها فهذا السهم بعد أن دققت عليه واستخدمت وسائلي الخاصة في الفحص والتحقيق وجدت بأن هذا السهم صنع قبل حوالي 182 ألف سنة وهو من بقايا مملكة عاد التي وجدت على هذه الأرض منذ حوالي 188 ألف سنة منذ حوالي 188 ألف سنة هناك مشكلة عند الإخوة الباحثين أنهم لا يدققون في الزمن حتى أنهم يعتبرون أن مملكة عاد وجدت قبل أربعة تلاف خمس ألاف سنة وهذه أيضا من المعلومات الجد خطيرة وسيئة وخاطئة مطلقا عمر البشرية على هذه الأرض حوالي 230 ألف سنة عهد الطوفان زمن الطوفان كان قبل حوالي 205 ألاف سنة عهد فترة حكم مملكة عاد كان قبل 185 إلى 188 ألف سنة عمرت عاد على هذه الأرض حوالي 3787 سنة إن شاء الله نقدم الخير دائما بإذن الله وجدت أيضا أخوة الأحبة لاحظت بأن تم أيضا عرض هذه القطعة الفخارية اكتشفوها أيضا في الموقع نفسه فكان التعليق على هذه القطعة بأن عمرها أيضا من 3000 إلى 4000 سنة ولم يعطوا معلومات عنها حتى أكثر دقة فأنا بتحقيقاتي الخاصة والحمد لله وجدت بأن هذه القطعة صنعت في حوالي سنة 9617 قبل الميلاد وهي من البقايا التي طبعا هنا أنا تعليق اللي أنا كاتبه حتى إنه المعلومة لما أثبتها ما أرجع أو أنسى شيء منها فأثبتها طبعا وجدت في نفس المنطقة اللي هي في منطقة ساروق الحديد جنوب شرق دبي الآن صانعوا هذه القطعة الفخارية طبعا هم ليسوا من العرب أساسا هم قوم جاءوا من العراق وسكنوا جنوب عمان يعني في منضمن منطقة حدود عمان الحالية وسكنوا فيها وهم أيضا الذين صنعوا هذه القطعة هذا يدلنا على أن هذه المنطقة الجزيرة العربية كانت مأهولة منذ عشرات ومئات الآلاف 200 ألف 180 ألف سنة كانوا عاد موجودين فيها ثمود بعد ذلك وجدوا حضارات سبأ وغيرها وغيرها من الحضارات التي نعلمها والتي لا نعلمها سكنت هذه المنطقة كل ما في الجزيرة العربية كل شبر من أرض الجزيرة العربية يحتوي ويختزن تحته ثروة طائلة من المعلومات الحضارية التاريخية تحتاج إلى تحقيق وإلى تنقيب وإلى دراسة جادة طبعا أنا عندما سمعت بهذه المعلومات أو بجولة الدكتور عيد ليحي في هذه المواقع أعملت مسح سريع للمنطقة فطبعا وأنا أعمل المسح لاحظت في هذه المنطقة لاحظوا الآن هذا الفيديو هذه منطقة دبي هنا في الأعلى فوجدت هنا أخوة الأحبة إلى الجنوب من دبي منطقة أو موقع أثار الشك عندي خلينا نشوفه في الفيديو الحالي المقطع الصغير هذا الموقع طبعا بشكل عام وأنا ركزت على نقطة في هذا الموقع يعني لم يتسنى لي دراسة كل الموقع على عجالة لاحظت هذا الموقع أو هذه المساحة يبدو أنها مساحة صخرية نوعا ما وطبعا وجدت بأنه عملت عليها يد البشر هذه أيضا إخوتي الأحبة من مخلفات قوم عاد مملكة عاد هذه صنعت طبعا بيد الفنانين والخبراء في مملكة عاد قبل 182 ألف سنة وإضافية بين 100 سنة و200 سنة فوق 182 ألف يعني ضمن المسافة الزمنية أو الفترة الزمنية من 100 إلى 200 سنة بعد 182 ألف سنة طبعا كانت هذه معلومة فقط يعني معلومة سريعة بالنسبة لي حصلت عليها حتى أني يعني أعرف أو يعني أدخل إلى هذا المكان وهذا الأثر المثير للشك وطبعا لاحظوا أنه هو على مساحة كبيرة نوعا ما يعني وليس تهينة مبين عندنا الحواف طريقة الصناعة البشرية وغير ذلك يعني إن شاء الله أنه لنا جولة أنا يعني أعرف أعرف عن منطقة الجزيرة العربية الكثير وأعرف كثير جدا مما هو مدفون تحت رمالها أعرف كثير من الأسرار اللي موجودة فيها نعود دائما إخوة الأحبة إلى أنه أساس الحضارة في الجزيرة العربية هم عاد اللي كانوا موجودين في صحراء عمان كانت إرم ذات العماد موجودة في صحراء عمان الجهة الغربية من صحراء عمان في محافظة الظاهرية وتخيلوا أنني أثناء تحقيقي في منطقة حايل وقبل فترة نشرتها هذه في فيديو وجدت هناك مقبرة لأحد ملوكهم وكنز مدفون في نفس الموقع جنوب منطقة حايل بين حايل وعريجة وتكلمت عن هذا الموضوع بإسهاب إسهاب يعني بشكل كبير فإذا كانوا قوم عاد أو مملكة عاد عاصمتهم في عمان ودفن أحد ملوكهم في حايل تخيلوا المسافة وهذا يعطينا فكرة عن حجم القوة اللي يمتلكها هؤلاء القوم يمكن أكثر بكثير بكثير مما نعتقد عن قوة الروم وقوة فارس وامتدادهم الحضاري وخاصة في ذلك الزمن في ذلك الزمن اللي ما عندنا اعتقاد بوجود حضارة مادية مثل الطائرات والصواريخ وإلى آخره من حضارتنا الحالية هذه من أشكال الحضارة فكيف بلغوا ولذلك صدق الله العظيم عندما قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فهي قوة قوة بحد ذاتها وفعلا لم يخلق مثلها في البلاد امتداد هائل آثار مخيفة موجودة تحت الرمال لم يكتشف منها واحد بالمية ولو أقل من ذلك حتى إن شاء الله نساهم بحل هذه المعضلة الحضارية ونكتشف أيضا أدلة على وجود ويعني تواجد هؤلاء البشر العمالقة اللي كانوا يستوطنون بلادنا والتي يظنها البعض بأنها مناطق صحراوية لا تحتوي إلا على الأفاعي والعقارب وإلى ذلك كما يقول كثير من السذج مع الأسف يعني فهذه المناطق بالعكس كانت مناطق آهلة بالسكان وآهلة بالحضارة وآهلة بالغابات والأشجار يعني وتكسوها الغابات والأشجار ومليئة بالأنهار ومنابع المياه وغير ذلك في نهاية هذا اللقاء المتواضع لا تنسوني من صادقي دعائكم بظهر الغيب تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر